السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعيني جميعا على قناة إنفو تيك فريو معاكم مروة سليمان وفيديو جديد فيديو إن شاء الله يكون مفيد على قناتنا جلي تعليقات من بعض المتابعين إن مش كل الناس فتح عندهم شاة جي بي تي فور أو حقيقة أنا عندي تو أكاونت على شاة جي بي تي الأكاونت أو الحساب الأولان يفتح معي ما فيش أي مشكلة دخلت عليه بشكل سريع وده اللي شرحت لكم إنه الفيديو اللي فات عن جي بي تي فور أو وي أكاونت تاني لسه يعني ما أكسس حاليا على جي بي تي فور أو والناس اللي لسه ما ظهرش عندها استنى لإنه ممكن تكون أنت اشتغلت عليه متأخر شوية فأكيد الأولوية للناس اللي عملت أكاونت بدري أو اللي ظهر عندهم في بلدهم عن بلد تانية ممكن تكون هو already في بلده كان يقدر يأكسس وبعد كده يعني اتأخر شوية في بلد أخرى على ما يكلك أكسس عليه فعلشان كده ممكن تستنى لحد ما أول ما هتفتح معاك شات جي بي تي هيوصلك الرسالة introducing جي بي تي فور أو بالمنظر ده بيقولك you now have limited access عشان النساء قالت لي أنت بتقولي منين free ومنين limited ليك limited access ولكن ده لا يمنع أن أنت حتستخدم الأكسس دوت فور فري to our latest model أحدث model جي بي تي فور أو it's smarter understand images هو أسكى بيفهم الامجز بيقدر يبراوز الويب بيقدر يتكلم more languages أكتر من لغة هتدوس على try it now هيدخلك على جي بي تي فور أو علشان تبتدي تجربه زي ما قلتلك أنت ليك limited access تبتدي أن أنت تجرب نكت اكسس عليه وتبتدي تجرب الحاجات اللي هو كتبها لك بالتفصيل يعني أنا جربت أن أنا أرفع excel sheet قبل كده ما قدرش أنه يعمل له analysis علشان يعمل analysis لازم تكون في شات جي بي تي فور وتبتدي تختار الجزء المتعلق بالanalysis وكلمت عن شات جي بي تي فور من قبل على القناة ولكن هنا هو الحاجات اللي هو كتبها لي وورها لي في الأول خالص حبتدي أن أنا أجربها أرفع له صورة يديني تفاصيل عن الصورة أسأل سؤال يعمل browse الانترنت إجابت تكون more smarter ده الحاجات اللي هو يقدر يديها حاليا وكمان ديك عليها limited access حبيت بس أن أنا أوضح الجزء ده لأنه هو جزء مهم جدا كان لازم أن أنا أوضح من الحاجات اللي ممكن إحنا نعملها باستخدام شات جي بي تي علشان نحصل على من وجهة نظري مثلا معلومات up to dated إن أنا أستفيد من هو بيروز على الإنترنت وأحصل على معلومات جديدة يساعدني في عمل presentation حواليكو حاجة كده عملتها بسرعة علشان الوقت قلت أستفيد منها باللغة العربية عشان ناس اللي بتزعل لما بيستخدم اللغة الإنجليزية هنا أنا قلت له تظاهر بأنك مدير تسويق ولديك سلعة تتمثل في خدمة التخزين السحابي نفترض أن أنت بتتعامل في الماركيتنج مع شركة عندها خدمات تخزين السحابي عن طريق شركة تدعى بلاك وول مثلا أي اسم وأريد منك أن تكتب عرض تقديمي للكلينت زي كده بروبوزا للكلينت مثلا هنا خليه عرض تقديمي هشرح له فيه هقوم بإقناع العميل بشراء هذه الخدمة بيحتوي على إيه البريزنتيشن عايزة أعرفه بخدمة التخزين السحابي واللي بيترتب عليها بمميزات للشركة وأقدم عروض مناسبة مع أسعار السوق فبالتالي أنا بقول له خش كده أعمل بروز على الأسعار الموجودة أو قارن ما بين الكمباتتورز مثلا المنافسين في المجال ده من الأفضل أن تعرض مميزات جيدة للتخزين السحابي لهذه الخدمة من وجهة نظرك وطبعا المفروض أن أنت تقوم بالتعديل لأن مش كل الحاجات ستبقى موجودة أو الحاجات اللي هيدهيلي فيه حاجات قابلة للصحة أو حاجات لأ أنت بس بتشيل الحاجات اللي أنت شايف أنها مش مظبوطة وتحط الحاجات المظبوطة أو ما تتناسب مع شركتك أوكي؟ بلاش حتة مش مظبوطة دي ممكن هو يكون بيدي أكستريم قوي وإنت عندك حاجات محدودة ممكن يكون هو بيدي حاجات محدودة وإنت عندك حاجات أكستريم على حسب حاجة أخيرة كنت أحب أن أتكلم عنها كنت أتكلمت عنها عندي على القناة أن أنت ممكن أن أنت تعمل بريزنتيشن من الزيرو يعني إيه من الزيرو؟ يعني بدل ما تاخد بقى كل بريزنتيشن وتحط في الكونتنت تبتدي أن أنت تخلي نفس الباوربوينت هو اللي يعمل لك ران للكود الفيجوال بيزيك كود مثلا داخل الباوربوينت ويعمل لك البريزنتيشن من الأول خلص ولكن أنا لما اشتغلت بالكونتنت باللغة العربية يعني طبعا أنا ما بفهمش في الكود والحاجات دي غير حاجات بسيطة جدا جدا أساسيات بسيطة جدا ولكن أنا هنا عملت ترانسليشن للباوربوينت إن إنجليش وخدت الكود اللي هو الفيجوال بيزيك خدته ككوبي كود ورحت لي الباوربوينت ورحت لي الباوربوينت نفسه ورحت لي الديفوليبر ومن الديفوليبر رحت لي الفيجوال بيزيك كود ومن الفيجوال بيزيك رحت الانسيرت موديول حتلاقوا في الوصفة أسفل فيديو شرح كامل للجزء ده من قبل وحبتزي إن أنا أحط الكود بتاعي وبعد كده حبتزي أقوله run run الكود ده حيبتزي على طول يعملي الباوربوينت بتاعتي حطها لأهو بالضبط بلاك وال كامباني كلاود سورد ديفايز سلايد 2 3 4 5 10 أو 10 سلايدز 10 شرائح زي ما إحنا شايفين انت بقى بتروح تزبط بقى الجزء متعلق بالديزاين تزبط الديزاين الخاص بالبريزنتيشن بتاعتك والحاجات دي كلها تقدر تعملها بالباوربوينت بشكل سهل وبسيط ونفس المحتوى اللي بالعربي هو بالإنجليش زي ما إحنا شايفين دي باوربوينت ما خدتش مني وقت بقى ولا تطريت أخذ copy و paste ولا الكلام ده خالص بتروح تزبط طبعا المحتوى بما يتناسب مع طبيعة الخدمة اللي أنت بتقدمها وشركتك البنافتس اللي بتقدمها أو المميزات أيضا جوجل سلايدز في نفس الإمكانية من أن أنت تطلب منه إن هو يدي جوجل أب سكريبت وتاخده وتحطه جوه جوجل لو أنت بتستخدم جوجل سلايدز حاب أتكلم عنها إن شاء الله في فيديو آخر ولكن حبيت أوريك برضو إن أنت تقدر تتوفر على نفسك وقت ومجهود أكتر إن أنت تعمل زي ما إحنا شايفين من الأول خالص بشكل عام ده كده كان مثال بسيط جدا زي ما إحنا شايفين هو حتى عروض الأسعار عطيها لك مقارنة باللي موجود من الشركات الأخرى المنافسة أيضا بالنسبة لي الحجم الخطة عطيه لك عطيلك مثلا الدعم الفني مواصفات الدعم الفني قد إيه بيساعدك في حاجات كتير طبعا أنت بتحط الحاجات المتاحة عندك في الشركة مش كل الحاجات دي ممكن تكون متاحة مثلا في حاجات زيادة عندك ممكن تحطها ولكن لازم تتعلم وإنت مثلا بتستخدم شات جي بيتين أنت تستفيد من المتاح مش بقولك كل حاجة مجانية ولكن استخدم المجاني اللي يقدر يفيدك أو يتحلك إن أنت تستفيد مثلا من الأكسس على الإنترنت إن أنت تستفيد منه من بعض المعلومات لأنه بيبتدي قارن زي هنا الأسعار مثلا بتاعت التخزين السحابي لشركة مثلا بتقدم الخدمة دي وإنت تحط الحاجة بتاعتك بس هتبقى عارف إنت مثلا ممكن تكتب إيه في كل سلايد زي ما احنا شفنا كده بتقدمه للكلاينت كأنه بروبوزة ممكن تحولوا البي دي أف بعد ما تعملوا باور بوينت وهكذا أتبعنا تكونوا استفادتوا من الفيديو النهاردة على قناة Infotech for You بنحاول نقدم لك كل جديد ومفيد على قناتنا أشوفكم في فيديو قادم زي ما بقولكم في نهاية كل فيديو متنساش تعمل سبسكرايب لقناة واتفعل الجرس عشان يوصل لبكل جديد ولكنتم متابعين الأعزاء متنساش لايك وشيرو الكومنت دومتوم فرعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته